الخبر اولي عدني عن بيسان اسماعيل وليش هي طرعت باستوريات وصارت تبكي فبيسان نزل شوية استوريات شندل تبكي بها وواضح انه هي من قهرة خطيئة انه صارتها جنبيها شركة حيدر غيتارة صارت تقولهم انه هي تريتين تجا غاني وهم موقفها من تنزيل اغاني وتطلب منهم انهم يعوفوها اللي ما يعرف يا حبايب انه هي تشاتوا موقعها عقدوي شركة حيدر غيتارة يمكن عشر سنين انه ما تقرر تنزل اغاني الا وياهم ولكن بعد صارت خلافات ما بينهم منعوها من تنزيل اي اغنية انه اذا ينزلوا اي اغنية هي رح صار ارباحة لشركة حيدر غيتارة او يمكن يحتفو لها اصلا من اليوتيوب كله اقو رحطوكم الاستوريات شوفوه اكتبوا بالكومنتات هل يشوفون الحقوية بيسان اسماعيل او من شركة حيدر غيتارة هاي حوايبي كيفكن مسال خير انا من الصبحة نفس الاعداء واريدة شوي وكتير مخنوقة وحبت اطلع هالستوري من كتير انا مخنوقة والله يعني خلاص انفجرت وطلعت به هالستوري حابة اوجه للشركة اللي انا كنت بشتغل معها اللي كانت عامل لي اغاني انتوا ما بتخافوا الله ايشي الدامع الدمرولية روحتوا لي احلى فرصة بحياتي يجتني كل ما بدي يعمل شي عم توقفوا بوجيه عم تخربوا لي كل شي انا حلمي عم بشتغل عليه من اربع سنين من السنين عم بشتغل عليه حتى انتوا تجو وتخربوا لي كل شي انت شو بتكملني شو بتكملني بس احكولي اذا بتخافوا الله حلوا عني خلاص انا كتير طابت عم تدمروا لي حياتي عم تدمروا لي ايشي عم بعمله شو اذا بتخافوا الله خلاص اعتقوني والله انا ما عاد احسن و بس الله حبار من وصولات المقطعات من اقطع اعجابكم لسو تفجروا في المقطع بلايكات و بس اشتركوا في زي مقاط من كل القصص احبكم مع السلامة